بناتي شبابي توجيه 2006 الله يعطيكو ألف مليون عافية وربي يكرمكم وبس توديعكم دائما عند رب الرحيم وما يضيئ لكم تعب ونشوفكم دائما في نهاية العام من أوائل المحافظات والألوية وليش لا من أوائل المملكة بداية لن تتغيض بالصلاة والسلام على قرة العين حبيبنا وشفيعنا محمد صلوا على محمد اليوم اجا سامر بفكرة جديدة يعلن من خلالها انطلاقة الفصل الدراسي الثاني جو مخك جو مخك مش راكبة كيف يعني انت منطلق فصل ثاني وانت صلك اسبوعين يبلش بالعكس هذا طاقة ايجابية عظيمة انه انا اليوم قادر ابلش مع سامر دير بالك هاي ليست خط الطالب متأخر انما هي طالب جديد مش في طالب بلش بواحد اثنين انا حطلق تحدي انك تكون مع جماعة اللي بلش يوم الارضع اربع طاشتين فالان بتوجه الى المكتبات او بطلب الباكيج بجيب البطاقة لكن قبل ما تجيب هاي البطاقة قادر انك تشارك معنا في هذا التحدي التحدي شو هدفه انه نوصل يوم السبت سبعتاش اثنين يخمص يوم السبت انكون يا جماعة الخير ماشين مع سامر اول باول تخيلوا لكن لانه تحدي فبدو شوي التعب وارادة وتصميم اربع ايام بتحط عقلك في راسك وارادة وهمة انا حرفيا هعمل اللي انت هتحكيه بالملة ويوم السبت حكون معك اول باول جاهزين نحكي عن تفاصيله جاهزين اذا هذا انطلاق تفاصيل دراسي ثاني كل الطلاب الاجداد تمام جابوا الباكيج جابوا البطاقة علما انه هذا الفيديو بصوره اليوم الاثنين اثناش اثنين بدي اياك تبدأ يوم الاربع عطيتكم يومين تجهز امورك يكون الباكيج واصلك البطاقة عندك وتبدأ معنا يوم الاربع طيب لانه تحدي فبدوا مننا شوية تعب وارادة وشو بدوا مننا سامة طلعوا يا جماعة تحدي الفجر من اسمه بدي اياه على مدى الاربع ايام هدول يكون الفجر ما بدي اياه في اي وقت عادي يا جماعة ارجوك بدي اياه انا الفجر حلو استاذ طلعوا يا جماعة فجر الاربع وفجر الخميس بدي منك هوم من الساعة الرابعة فجرا للساعة سبعة ثلاث ساعات تعطيني فجر الاربع معلش وين ما كانت مدرستك ما في مدرسة بتبلش حصتها الاولى قبل السبعة ونص في مدارس سبعة ونص في ناس تمانية في ناس تمانية ونص ما هو تحدي اه بدي احطها في راسي وبيدي اسويها ويوم الخميس بدي من الساعة اربعة للساعة سبعة فجر الجمعة وفجر السبت بدي ازيد ساعة على كل فجر لانه هون عطلة ما عنا مدرسة فجر الجمعة بدي من الساعة الرابعة للثمانية وهون من اربعة للثمانية قادر تفوت معنا في هذا التحدي طبعا والله لأثبت لك انه يا جماعة الخير فينات صحيت وانجزت التحدي معي تمام طلع أستاذي شي اللي بدي اعمل يوم الأربعة من الساعة أربعة للساعة سبعة معك قديش ثلاث ساعات تنجز أول ثلاث أجزاء في درس اقترانات خاصة اللي هو الجزء الأول والثاني والثالث الجزء الأول والثاني والثالث بأخذ منك بمعدل ساعة 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 حتقول لي طب ما الجزء بده مع حضوره مع التثبيت يا جماعة الجزء الأول والثاني والثالث يتحدث عن مهارات بسيطة جدا تمام؟ فبقول لي الطالب تمام مية بالمية باجي على فجر يوم الخميس بكرر اللي عملته بفجر الأربعة بخلص ثلاث أجزاء اللي هو الرابع والخامس والسادس تمام؟ فبقول لي الطالب تمام ما في أي مشكلة اتفقنا؟ اتفقنا الآن حورجيك أن الخطة طب لو صار هون لو اتأخرت هون ممكن المطنط شوي ما في مشكلة تمام؟ الآن يا جماعة قديش أنجزت هنا أنا؟ ست أجزاء فبقول لي الطالب عالمية بالمية حسا طلعوا يا جماعة أنا عندي هنا من الرابع على الثمانية ومن أربع على الثمانية طلع شو بدي منك؟ ما بدي منك أكثر منه أيضا ثلاث أجزاء اللي هم السابع الثامن التاسع وهون عندك بدي منك أيضا ثلاث أجزاء اللي هو العاشر وحداش واثناش خلصت 12 جزء هذا التحدي طب أستاذي خلصت 12 جزء في أربع أيام بكون أنجزت معك كل شيء بتكون أنجزت الدرس الأول إحنا الآن في بداية الدرس الثاني طب بداية الدرس الثاني خلص في بداية الأسبوع هذا بتبدأ معي بالتكامل بالتعويض ما في أي مشكلة لكن يا جماعة انتبه أنا حطيتك هنا ساعة إكسترا وحطيت لك ساعة إكسترا هدول الساعتين من مئة وعشرين دقيقة وزعهم زي ما بدك ما عندي أي مشكلة وزعهم هنا مثلا احتشت ربع ساعة زيادة هنا خلصت بدري ضل معك من الساعة بدك يتواجه إيش يضل هون إلى آخره لكن في يوم أنا ما كتبت لك إياه وهو يوم الأحد يوم الأحد خليه عندك يا جماعة مراجعة مراجعة على هدول الأجزاء من الأجزاء كاملة تعالى الموضوع هاي التحدي سؤالي سؤالي التحدي صعب مش واغ بأمانة يا أستاذ مش كثير عادي بقدر أتحدى نفسي الأربع والخميس والزمع طب سامر أنا طالب متأخر طالب بلشت معكم جديد عادي أستاذي برضو أتحدى نفسي يأنجز بهدول الأربع أيام 12 طلعوا يا جماعة انتوا بتعرفوا في فلسطة سامر مش بعدد الإنجاز بالأجزاء لكنه لأنه لسه الدرس الأول فعادي جدا تعرف لو أني بالدروس اللي قدام ما بخليك تنتظر القدر أنه بصفي دحش معلومات عالفاضي أما لأني لسه بالدرس الأول وقادر ألحق الراكبين وألحق الناس اللي مخلصة أول بأول طب ليه ما أدخل بهذا التحدي ليه لا تمام فبقل لي الطالب تمام مئة بالمئة حسا اللي أنا بدي أعمله حبائب اللي أنا بدي أعمله هذا رقم الواتس هاي 079 793 626 أي طالب يجمعه بيشارك بالتحدي طالب شرى البطاقة طالب يجمعك الخير على تبيل المثال بعتلي الاسم والمحافرة وشارك معي بالتحدي من هاي طلابي هدول الأيام هتلاقيه الرابعة فجرا بعتلكم مسج أو فيديو هبعت فيديو مدته دقيقة صباح الخير الله يعطيكو ألف عافية بسم الله نبدأ في اليوم الأول من التحدي والله يعطيكو ألف مليون عافية بس فيديو هيك أصبح عليكم فيه إجماعك الخير أمرات بهمة الجميع أمرات لما أشارك بتحدي بشيء يستفز قدراتي بشيء صحبتي بتقدر تأمله فأنا بقدر أعمله وبقدر أعمل أحسن منه الله بشارك فيه بالله عليك يجي يوم تساكب بهذا التحدي النطيف البسيط الخفير إنك تنجز كل شيء والأحد يتراجع وتكون أمورك طيبة يا جماعة لما تخلط من هم 12 جزء والله أمورك بتصير طيبة وجدا طب اللي علمات دي قديش يا جماعة 14 جزء بضل عليك جزئين مع الحصة اللي حجمتها خلص يأطيك العافي بتبلش أسبوع ثاني وإنت معنا أول بأول سامر قادر يحط لك بدل التحدي عشرة بدل التحدي عشرة مثلا إجيت هنا أستاذي طلق أنا تمكنت من أربع أجزاء عادي أستاذ هنا خلصت اتنين بينما هنا قدرت أخلص أربعة عادي يا جماعة الخطة تتمطمط طب أستاذي أنا عادي حسيت آخر نهار معي ساعة يوم الأربع معي نصف ساعة أو ساعة راجعت هدول أو ضفت إنجاب من يوم الخميس زي ما بكتا لكن بدي تحط برأسك إنه أربع أيام والله يتم والله إنه في بنات وفي شباب مستعد أعطيه ماذا التحدي بيومين الجماعة والساعة تنجزوا كل شيء أسئراتي جماعة اتفقنا إذن بشوفكم على رقم الواتساب يوم الأربع إن شاء الله 14-2 سينطلق التحدي طب أستاذ أنا بصير أبدأ من تحدي بكرة ما عندي إش مشكلة لكن أنا أعطيت يومين حتى يجماعة اللي بدي يوصل على البطاقة حتى يا جماعة الخير اللي بدي يجيبي الباكتج حتى يكون جاهز معي أول بأول بعدين حبايا هذا التحدي أدخل فيه شو مكان عليك من فصل الأول أرجوك من فصل الأول ما أبضلك تفكر فيه ما أبضلك هالك حالك فيه فصل التالي عليه 200 علامة أستاذي فإنجي يكون معي أول في أول اتفقنا هتشرف جدا بكل إنسان هيشارك في انطلاق من فصل الجراسي هاي وهيشارك فيه تحدي مين فيه تحدي الفجر أرجوك خبر كل صحباتك وخبر كل صحابك علمي أو صناعي وكونوا معاي يوم 14-2 يا جماعة إذن انتوا اللي حتنجزوا انتوا اللي حتصفوا إنما سامر بس هيك هيصبح عليكم ويبعث لكم هيك رسالة بفيديو تكون تحديدية ورفع همم وإنه من يوم الأرض على السبت يكون كل الطلاب معي أول بأول قد التحدي حنصح الفجر حننجز بإذن الله أستاذي دايما اركن وأنا دايما بركة على هذا الفوج الذي يستحق كل إبداع البطاقة حباد متوفرة في كل مكتبات المملكة أو تقدر تطلب الفاكيج زي ما بدك ما عندي أي مشكلة تفقنا؟ إذن هو تحدي الفجر بسم الله نبدأ ولا نخشى سواه ويا رب يبارك في هذا الوقت ويبارك في تعافكم وكل معلومة عم تدرسوها بسم الله نبدأ يوم الأربعة بتحدي الفجر موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة